أهلا بكم تواجه ذاكرة الفلسطينية حربا إسرائيلية لا هوادة فيها إما لسرقتها أو تزييفها أو محوها كليا وفي مقابل هذه الحرب يبذل أكاديميون فلسطينيون جهدا كبيرا لتوثيق أهم الملامح الفلسطينية وأبرزها من مختلف زواياها التاريخية والجغرافية والمعمارية ومن الجهود ما يبذل خصيصا لتوثيق أثار مدينة القدس وبيوتها ومتاحفها بصفة عامة وتسجيلها إضافة إلى كنوز المسجد الأقصى وقبة الصخرة بصورة خاصة ومنها الزخارف والفوسيفس من العصرين الأموي والفاطمي التي تكسو كرسية قبة الصخرة والجدران والمثمنات الداخلية لها اشتركوا في القناة وفي هذا الإطار ينضم إلينا في ستوديو شابابيك المفكر والمؤرخ الأردني المقدسي دكتور محمد هاشم غوشة صاحب موصوعة بلستينيكا وهي موصوعة فلسطينية تتألف من 24 مجلدا تغطي مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية لفلسطين نرحب بك سيد غوشة معنا بداية نريد الحديث سريعا عن الموصوعة عن أجزائها مضامينها وأهم وأبرز العنوين فيها شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة حقيقة الفلسطينيكا هي عمل صدرة في عام 2019 وحظيت باهتمام وتقدير عالمي وانتشرت في عدد كبير جدا من الدول والمكتبات والأرشيفات في العالم تشتمل على 24 مجلد وتتضمن 30 ألف رسمة وصورة ووثيقة ونقش وخريطة تاريخية لفلسطين تسبق السنة 1918 إذن نحن نتحدث عن عمل متكامل من 7 ألاف صفحة يتضمن تفاصيل مذهلة لفلسطين وتشتمل أيضا على مضامين لها علاقة بتاريخ العائلات بوثائقها بتاريخ المدن الفلسطينية بالمقدسات المسيحية والإسلامية بتاريخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى تاريخ الحياة الطبيعية والبرية في فلسطين إذن البلسطينيكا هي أضخم توثيق صدرة عن فلسطين يتضمن هذا العدد المذهل والكبير من الصور والمعلومات التاريخية التي كتبت ونشرت باللغة الإنجليزية طيب من الموصوع ننتقل إلى ثلاثة كتب التي هي بحوزتك الآن الأول هو كنوز المسجد الأقصى المبارك قشاني القدس وفسي فساء قبة الصخرة نريد أن نقرب للمشاهد ماذا تعني هذه المصطلحات وما هي قيمتها الفنية وكيف يمكن الحفاظ عليها هذه الكتب الثلاثة هي كتب جديدة صدرت في شهر آب أغسطس العام الماضي وأن الهدف من إصدار هذه الكتب النوعية أنها تخرج إلى حيز النور على نحو يليق بمدينة القدس ويليق بنا كعرب ومسلمين ومسيحيين ولكي نبقي القدس حاضرة في الضمير والوجدان لأننا كلما نقدر القدس فإنما نقدر ماضينا ونؤسس لمستقبلنا ومستقبل أولادنا لأن الذاكرة الفلسطينية تستحق مننا أن نؤسس لها وأن نحفظها وأن نحميها الكتب الثلاثة هي فسيفساء قبة الصخرة وصدر باللغتين الإنجليزية والعربية وقاشان القدس وكذلك باللغتين الإنجليزية والعربية وكنوز المسجد الأقصى الكتاب المميز جدا هو كتاب الفسيفساء لأنه لأول مرة في التاريخ يتم رفع كامل المساحة الفسيفسائية في قبة الصخرة 1800 متر مربع من الفسيفساء الإسلامية المذهبة التي ترقى إلى عهد عبد الملك بن مروان قمت برفعها فوتوغرافيا ومعماريا على نحو يكفل إعادة بناء أو ترميم أي مساحة فسيفسائية داخل أقدم أثر في الحضارة الإسلامية ما زال قائما إلى اليوم المشروع الثاني وهو قاشان القدس قمت بتوثيق به القاشاني أو البلاط العثماني والبلاط الأرمني الذي تتباهى به مدينة القدس وقبة الصخرة هناك بلاط الكتاهية في دير الأرمن وقاشاني المدينة المقدسة في قبة الصخرة المشرفة وقد تتبعت مرحلة ترميم قبة الصخرة وأيضا دير الأرمن من القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن العشرين وقمت بتوثيق كافة أنماط قطع القاشاني التي جاءت إلى مدينة القدس من تركيا وتباهت بها المدينة المقدسة وهذا الكتاب مع الكتاب الآخر الذي سيفساء قبة الصخرة مع كنوز المجد الأقصى هذه الكتب الثلاثة خرجت بحلة تليق بالمدينة المقدسة ووصفت بأنها أجمل ثلاثة كتب طبعت عن القدس هي من تصويري وأنا أتشرف بأنني أصدرتها وأخرجتها إلى حيز النور والكتاب الثالث الذي هو كنوز المجد الأقصى هذا الكتاب بعيد عن العمران بعيد عن الدراسة المعمارية لأنني قمت سابقا بعمل دراسات كثيرة عن توثيق المجد الأقصى معماريا لكن هذا الكتاب يتناول أجمل وأبهى وأهم القطع المتحفية التاريخية التي احتضنها المجد الأقصى كزخارف الخشب والنقوش الحجرية والرخامية والفسيفسائية والوثائق والمخطوطات والأختام النحاسية وغيرها من التفاصيل المذهلة التي قد يشاهدها القارئ لأول مرة كم استغرق مدة العمل على هذه الموسوعة أو حتى الكتب الثلاثة التي كنا نتحدث عنها هي حقيقة هي مسيرة حياة أنا بدأت مبكرا وأول كتاب صنفته في حياتي كان عمري 15 عام وأدخلت في جنيسك أصغر مؤرخ في العالم ومؤخرا حصلت على جائزة الملك فيصل العالمية وكنت أول أردني فلسطيني مقدسي يحظى بشرف الحصول على جائزة تسمى نوبل الإسلامية إذن أنا بدأت حياتي مبكرا وكانت مسيرتي مع القدس مع الدراسات الفلسطينية مسيرة طويلة صنفته إلى اليوم 80 مجلد للقدس ولفلسطين وهذه الأعمال هي آخر أعمال أخرجتها إلى حيز النور وأتشرف بأنني أحاول أن أبقي القدس حاضرة في الضمير من خلال أعمال تواكب بمنهجيتها القرن الـ 21 وتؤسس لمرحلة منهجية بحثية ندخل فيها القدس إلى كل مركز دراسات وتوثيق في العالم يخرج إلى حيز النور صناع القرار طيب بالمجمل هذه الموصوعة وكل هذه الأعمال لماذا تختلف عن الأعمال الأكاديمية السابقة؟ حقيقة جميع الأعمال التي توثق من أجل القدس وفلسطين أعمال مقدرة ومشكورة وهناك جهود كبيرة يبذلها الباحثون والزملاء والأصدقاء في كل مكان واليوم نستطيع أن نقول أن هناك للقدس أكثر من مئة مؤرخ يكتب للقدس بمقابل في السبعينيات أو الستينيات كان هناك خمسة أو عشر مؤرخين إذن هناك ثورة معرفية من أجل القدس ومن أجل أن نبقي القدس حاضرة في الضمير وجهود كل الدارسين مشكورة لكن أنا أدعو حقيقة اليوم إلى مزيد من التركيز على مدينة القدس وفق منهجية تتناسب وتستطيع أن تخاطب العقل الغربي لأن العقل الغربي هو عقل يعتمد على الفكر وعلى الإبداع ولا يعتمد على العاطفة طيب دكتور محمد لك أيضا إسهامات ذكرت منذ قليل نقطة توثيقك للحياة البرية الفلسطينية لو تعطينا تفصيل حول هذا العمل وهذا الجهد في خضم البلسطينيكا كان هناك أحد المجلدات كان عن الناتشرال لايف فلورا انفونا انباليستاين وقد وثقت مع إسهامات الدارسين الغربيين في توثيق الحياة البرية في فلسطين لكن اليوم أنا لن أريد أن أكشف عن تفاصيل العمل القادم الذي سيرى النور في يونيو حزيران 2024 لكن سيكون هناك مجلد عن الحياة الطبيعية في فلسطين مجلد يعتمد على الفسيفسة التي تصور الحياة الطبيعية والرسومات الغربية التي رسمت فلسطين قبل القرن التاسع عشر بالإضافة إلى تفاصيل أخرى لا أريد أن أكشف عنها في الحال شكرا لك دكتور محمد هاشم